لم تمضي دقائق على اعلان الاستراتيجية الامريكية حول ايران حتى كان الرد حاضرا وبقوة تحذير ايراني من تجاوز الخطوط الحمراء سيكون الرد عليه مؤلما كما تشير الرئاسة الايرانية رؤية وزير الخارجية الامريكية بومبيو تافهة وسخيفة هكذا اجمع المسؤولون هنا فضلا عن انها تأتي بخلفية استخبارية وليست دبلوماسية كلام بومبيو لا اهمية له ولا يستحق ردة فعل حتى امريكا غضبة من ايران لاننا افشلنا مشروعها في العراق وسوريا من خلال وجود مستشارين بدعوة رسمية لكن اذا ارادت الادارة الامريكية تغيير قواعد اللعبة عندها ستتلقى منا ردا مناسبا اذا ترى طهران ان الخلفيات والدوافع الامريكية مرتبطة باحباط ايران للمشروع الامريكي في المنطقة ولا سيما في العراق وسوريا وبدعمها فصائل المقاومة في وجه الاحتلال الاسرائيلي هدف الادارة الامريكية هو الوقوف في وجه المقاومة وتحول تعبئة اوروبا ودول الخليجية التابعة لها للضغط على المقاومة حتى تنعم اسرائيل بالامان واستراتيجية بومبيوت تعبر عن رؤية الكيان الصهيوني لكن ايران ووجودها وثورتها مقاومة هذيان واضغاث احلام وتهيئات هكذا علقت الصحف الايرانية على الاستراتيجية الامريكية لفتة الى ان الاثني عشر شرطا هي اثني عشر خطأا وعلى رأسها طلبوا تعليق تخصيب اليورانيون بالكامل وهو شرط لم يتحقق حتى في ظل العقوبات الدولية على ايران كما رفضت فكرة التخلي عن العداء للكيان الاسرائيلي بشكل قاطع كونه جزءا لا يتجزأ من الدستور الايراني اما طلب التراجع عن دعم المقاومة في لبنان وفلسطين فهو ما يعتبر هنا قمة الخيال الهولوودي الامريكي ملح مريا طهران الميادين